نائب رئيس الجمهورية في العراق المقال نوري المالكي يقود حشدا من أنصاره للتظاهر ضد تركيا يدخل ساحة التحرير أو عشة دبابير ففي هذا المكان لطالما خرجت التظاهرات مطالبة بإطاحة حكم المالكي ومحاربة فساده وهنا أيضا لطالما ردد الناشطون العراقيون شعرهم الأشهر خرج الناشطون على عهدهم كل جمعة منددين بتأخر الإصلاحات الموعودة ومشددين على وضع حد لحيتان الفساد وعلى رأسهم هذا الرجل الذي يحملونه مسؤولية التسبب بجميع مصائب العراق التي ليس أقلها تسليم ثلث البلاد لتنظيم داعش المتظاهرون رفعوا شعارا محاربة حيتان الفساد طريق السيادة في إشارة إلى نور المالكي السبت كان المالكي قد حل ساحتهم وإلى جانبه هادي العامري زعيم ميليشيا بدرة وعضو البرلمان العراقي وهو ذاته الذي يقوده قاسم سليماني لمرافقته في كل جولات الجنرال الإيراني وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري في قرى العراق ومحافظاته كقائد ميداني فعلي لميليشيا الحشد من دون أن يعد العامري وجود سليماني انتهاكا للسيادة المساس بالسيادة الوطنية والمقططات المشهوبوها الهادفة لتفتيت العراق تحت أي ذريعة كانت كما ونعتبر أي تواجد عسكري على الأراضي العراقية عدوانا حشد المالكي والعامري ضد تركيا ليس موجها بالأساس إلى تركيا بل هو استعراض للعضلات أمام غرمائهما داخل العراق بحسب المراقبين هذه التظاهرات ضد سياسة حيدر العبادي وحلفاء حيدر العبادي وليس ضد تركيا بالضرورة هنا يحاول المالكي منذ إقالته العودة إلى دائرة الضوء والتأثير في صناعة أوراق للضغط على خصومه في الداخل متخطيا دور وزارة الخارجية العراقية الجهة ذات الاختصاص في حل الأزمات الخارجية بالطرق الدبلوماسية بل وفارضا على العراق موقفا سياسيا قد يجر البلاد إلى صراع دولي